السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الاثنين عشر تموز يوليو طبعا القمر اليوم موجود في برج الحمل طبعا في انتقال لبرج الثور ولكن عند منتصف ليل الاثنين على الثلاثاء بتوقيت جرينيش فعشان هيك ما رح نذكره رح نظل يعني كأن القمر موجود في برج الحمل هذا اليوم طبعا هذا اليوم يعتبر يوم ممتاز للعاطفة والمال ولكن في بعض الحوادث وفي عصبية القمر الآن زي ما حكينا هو موجود في برج الحمل موجود في منزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة أربعة وثلاثة عشر دقيقة عصرا من عصر اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الثرية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء غير مناسبة لإظهار أي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور القمر زي ما حكينا هو موجود في برج الحمل معناته بالضل للفترة هاي أو هذا اليوم نشعر بطاقة كبيرة للعمل منكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها بنفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك ويمكننا أيضا إدخال تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين نبتون وهذه تأثيراتها من يوم 7-7 إلى يوم 12-7 طبعا نصبح قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة تجعلنا غير منطقيين في تفكيرنا وبرضو ممكن تسببنا اضطرابات نفسية وتدفعنا للخداع وبتساعدنا في إنجاز بعض الأعمال الصعبة والأعمال الفكرية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين أورانوس وهذه تأثيراتها من يوم 24-6 إلى يوم 14-7 تخلق لدينا تصرفات اندفاعية وشقاقات يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة إنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية رح تكون تزديس إيجابية بين نبتون وبين بلوتو وحكينا أن هاي زاوية منفصلة تأثيراتها الزاوية هاي من 28-6 إلى يوم 12 بتسبب عودة شخص أو وضعية معينة بترجع تظهر على الساحة في حياتنا وهاي الوضعية بتدعم من وضعنا بشكل أقوى وإيجابي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين المشتري وبين زحل وهي تأثيراتها من يوم 25-5 إلى يوم 14-7 بتدعم من وضعنا المادي والمهني أو الاجتماعي وممكن نحصل على ترقية أو مركز أكثر أهمية بتزيد من إحساسنا بالأمان وتعطينا سعادة مادية وهي فترة مناسبة للاستثمار واقتناء ملك عقاري وتأمين مستقبلنا ومستقبل المقربين لا إلا بالنسبة للزاوية اللي اليوم تأثيراتها أو ذروتها أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس هاي طبعا ذكرنا أنه هي الساعة 41 دقيقة من فجر يوم الاثنين ولكن تأثيراتها من الآن من موعد بث الحلقة ولغاية مساء يوم الاثنين هاي الزاوية بتخلق لدينا حالة من حدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين ومتشائمين ومتقلبين وبرضو بتزيد من الصعوبات مع الجنس الآخر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي حدث وهو انتقال المريخ من برج الأسد لبرج العذراء رح ينتقل طبعا الساعة 11.39 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من صباح اليوم الاثنين رح ينتقل المريخ من برج الأسد لبرج العذراء ورح يظل في برج العذراء للساعة 11.19 دقيقة من بعد ظهر يوم 27.08 طبعا في حلقة كاملة نزلت عن هذا الحدث وتأثراته على جميع الأبراج بنصح الجميع أنه يستمعلها لأنها هاي مهمة جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية طبعا ذروتها الساعة 34.33 دقيقة من عصر اليوم الاثنين بتأثراتها بتبدأ من صباح يوم الاثنين وبتستمر حتى صباح يوم الثلاثاء بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحصن عطاهم وإبداعهم هاي الزاوية بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أنه نعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين عطارد وبين بلوتو هاي طبعا زاوية هاي بلشنا احنا ذكرناها من يوم ثمانية سبعة وقولنا أنه تأثيراتها من يوم ثمانية سبعة ليوم ثلاثتاش سبعة اليوم ذروتها الساعة ثمانية وسبعة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش وبما أنه عطارد وبلوتو يعني هاي الزاوية بتدفعنا للكآب الهم الشعور بالذنب بتزيد من عنادتنا بتسببنا نزاعات شديدة مع محيطنا بعض الأشخاص بيتعرضوا لأزمات قلبية أسبابها العصبية أو برضو بعض الأشخاص بيتعرضوا لحوادث عن طريق النار أو النيران بالدل عن تقاد الصحافة للسلطات الدولية بسبب تخاذلها في مكافحة الجريمة وازدياد حوادث العنف والعدوان وبرضو ممكن يتم الكشف عن معلومات مخابرتية أو مؤامرات سياسية كانت تحاك في الخفاء وهناك احتمال وقوع زلازل أو حرائق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية راح تكون ما بين القمر وبين بلوتو هاي ذروتها ساعة 10 و 48 دقيقة من مساء اليوم الاثنين بتبدأ تأثيرتها من ظهر يوم الاثنين وبتستمر حتى ظهر يوم الثلاثاء تدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرد سيطرتهم على الآخرين من من حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة وبرضو بالدل على استياء في الرأي العام بشكل عام يعني إلها تأثيرات ولها علاقة برضو بالمخادعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين عطارد هاي ذروتها ساعة 11 و 10 دقيقة من مساء اليوم الاثنين تبدأ تأثيراتها من ساعات ظهر يوم الاثنين وبتستمر حتى عصر يوم الثلاثاء بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع هاي الزاوية هي مصدر للتوتر وخصوصا للأشخاص اللي بيكونوا متعبين وبرضو بتعطي يعني هيك احتمالية لتعرض للحوادث وخصوصا حوادث مع الحركة أو حوادث سير بتكون أكثر خلال هذا اليوم وما بنحسن التحكم في أفكارنا وكلامنا وذاكرتنا عشان هيك مع الزاويتين اللي هي الزاوية اللي قلنا القمر معي بلوتو والقمر معه طارد هنا النصابين يعني بنشطوا بشكل كبير بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار رح يبدأ الساعة 11 و 10 دقائق من مساء اليوم الاثنين بتوقيت جرينتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 11 و 54 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الثور عشان هيك يعني هو من المفروض أني أنا ما أذكر التأثيرات عشان ما أخربطكم ولكن القمر لما بنتقل لبرج الثور عادة احنا من ميل للحذر أكثر من ميل للمحافظة على ممتلكاتنا قل ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا ولا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج الدخار يمكننا شراء عقار ما وقضاء وقت ممتع في البيت يعني والتقارب العائلي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة 12 و30 دقيقة بعد منتصف ليل الاثنين على الثلاثاء يعني بعد انتهاء خلو المسار وهي أول زاوية لما باستقر القمر في برج الثور بتبدأ تأثيرات هاي الزاوية من ظهر يوم الاثنين وبتستمر حتى ظهر يوم الثلاثاء بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع على الاهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وبرضو هذا الوقت مناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا طيلة اليوم الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة القضيب والمرارة والشرين والدم هدولة الأكثر حساسية بالنسبة لهذا اليوم طبعا لأنه في زاوية يعني نقدر نحكي هي فيها إيجابية ولكن انتقال المريخ شوي بيعمل نوع من أنواع التوتر أو بعض التقلبات على المستوى الدم فعشان هي الأعضاء اللي ذكرتها هاي ما بنصح العمليات الجراحية إلها إلا إذا كانت الطرارية جدا مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن ولكن الجراحة ما بنصح فيها يصلح لإزالة الشعر الزائد رغم أنه في زاوية مع الزهرة يعني بتعطي طاقة إيجابية عالية لعمليات التجميل ولكن المخاطرة في عملية الجراحة ما بنصح فيها يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الثاور طبعا بابتداء من يوم الغد الثلاثاء خلو المسار القادم بيبدأ في تمام الساعة 6 و10 دقائق من صباح يوم الخميس 13 سبعة وبيستمر حتى تمام الساعة 7 و25 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج الجوزاء أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع الأخير عمره 22 يوم في تمام الساعة 9 و6 و40 دقيقة مساء من بلش في اليوم الثلاثة وعشرين نسبة الإضاءة 42 في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 23 سبعة سعيد الآن بنسبة 20 في المية في ساعات العصر بصير سعيد بنسبة 30 في المية القمر في الحمل وبدأ ينتقل للثور في آخر النهار ورح يظل في برج الثور ليوم 13 سبعة سعيد الآن بنسبة 15 في المية في ساعات منتصف هاي الليل اللي هي الأحد على الاثنين بصير سعيد بنسبة 45 في المية وبظل طيلة النهار بنفس النسبة عطارد في السرطان حتى يوم 11 سبعة سعيد بنسبة 60 في المية الآن أما في ساعات الفجر بصير سعيد بنسبة 45 في المية الزهرة في الأسد حتى يوم 23 سبعة منتحس بنسبة 25 في المية المريخ في الأسد طبعا زي ما حكينا وبدو ينتقل لبرج العذراء ورح يظل في العذراء حتى 27 ثمانية طبعا هو الآن منتحس بنسبة 40 في المية في ساعة الظهر بصير منتحس بنسبة 10 في المية المشتري في الثور حتى يوم 4-9 سعيد بنسبة 30 في المية زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 10 في المية أورانس في الثور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 30 في المية نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 10 في المية بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15 في المية طبعا يا ريت اللي وصل معنا لهون وما حط اللايك والديسلايك والكومنت والشير والكبسات هاي اللي تحت يكبس عليها ينزل يكبس عليها بارك الله فيك والمش مشترك يشترك واللي بدوش يشترك ما يشتركش واللي بدو يبطل اشتراكو او يلغي اشتراكو يلغي اشتراكو واللي بدو يحط كومنت يحط كومنت يعني في كبسات كثير يكبسوا عليها اعملوا يعني جو هيك اعملوا جو مع حالكو ويكونوا أنتوا كبستوا على إيشي أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم طبعا حان الوقت لحسم الأمور العالقة وممكن اليوم تسمعوا جواب كنتوا بتنتظروا أهم شيء تتحركوا وما تنتظروا إنها الفرصة هي اللي تيجي لعندكم حاول إنك أنت تذهب وتبحث عنها وما تضيع الوقت يعني بداية جيدة وفيه فرص إيجابية حاول إنك أنت تتحرك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا يوم آخر بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذاءكم وراحتكم ابتهدأ الوتيرة أو وتيرتكم وبتتأخر النتائج والوضائع والمعاملات وممكن تشعروا ببعض خيبة الأمل بتظهر خلافات أو التباسات وطباعك اليوم متقلبة ومزاجك متعكر شوي حاول إنك ما تخالف القوانين لأنه ممكن تخسر أكثر مما بتتوقع برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ولهم منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة وبإمكانكم تعبروا عن آراءكم بحرية وجراءة بتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وبتسكنك أحاسيس متناقضة لكنها فترة مناسبة للتحالف ولمد يد العون للزملاء الأجوال الاجتماعية جيدة وممكن تستثمرها بشكل جيد وتكسب منها كثير بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة حاول أنك توضح كلامك بشكل جيد وتكون جاهز للقيام بزيارة طارئة أو لقيت الاتصال بأحدهم بتكون الظروف داعمة لأفكارك وممكن تهتم لبعض الاتصالات والمشهورات وحاول أنك ما تكون مهمل وما تترك أي انطباع سلبي عنك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد اليوم بتنشطه برضو في مجال السفر والاتصالات البعيدة والتعامل مع الأجانب ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة حاول أنك تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة أو لاختبار تجارب مختلفة تشعروا بالاعتزاز والفخر أهمش أنه ما تستسلموا وما تردخوا لشروط ما بتناسبكم ممكن تناقشوا مواضيع عديدة ولكن حاولوا أنكوا تناقشوا بمنطق برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعاً بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب مصدره إلو صلحك بشرك أو تعويض ولكن بيتوجب عليكم عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة بدك تكون متفاهم لأوضاع الآخرين ولأراهم وتجنب الكلام الجارح وكون دبلوماسي وإحذر من المحتالين بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً بترغبوا اليوم في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أي بتكثر الواجبات وبتتزامن وممكن تشعروا شوي بالهلع لضيق الوقت حاذروا من التراجع الصحي ما هو ما فيه خوف ولكن بتكون تتبعوا الإرشادات والتعليمات اتجنبوا المشاكل وما تتسلطوا لأن طاقتكم ضعيفة وسهل استفزازكم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً أنجزوا ما ترى كم لديكم من عمل وبتجدوا اليوم تعاون من الزملاء نظموا جدوى الغذاكم واخذوا قسط من الراحة من حين لآخر ممكن تبدأ مرحلة مهنية جديدة ولكن هذا ما بيعني أن المرحلة هاي رح تكون سهلة أي بتكثر الواجبات وبتتزامن ومن الحكم عدم إهمال الإشارات مهما كانت بسيطة وحاذر من المشاكل الصحية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم واليوم يعطيك فرصة مناسبة للمصالحة ولتسوية الأمور وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور أيضاً عالية وممتازة جداً وتعتبر هاي الفترة فترة إيجابية على كثير من المسائل وكثير من الاتجاهات برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعاً اليوم بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة ممكن تحتاج المسائل الخاصة والعائلية لمناقشة وبرضو بتظهر بعض الضغوط والمتاعب والمعاكسات اللي إلها علاقة بالبيت والعائلة اللي ممكن تترك شوي وممكن تتعرض للمحاسبة وربما لتحديات واستفزازات فأنت بدك تضبط عصابك قصبت عنك مش بخاطرك يعني عشان تحمي حالك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ومنكم أشخاص اليوم ممكن ينطلقوا في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح وتعتبر هاي الفترة فترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات وبتنجحوا في طرح موضوع حساس وممكن تقدم على عمل مهم يلفت الأنظار والإعجاب ولكن احذر أثناء قيادتك للسيارة بالشوارع المفتوحة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي على الأغلب بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعود الأم أو يحصلوا على هدية وممكن تقدموا على إنجازة أو تناقشوا صفقة أو اتفاقية حاولوا أنك تعملوا بجدية ونظموا شؤونكم المالية وانتنعوا عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوحة طيب اللي وصل معنا له هو أنه محطش لايك أو ديسلايك أو كومنت أو ما سبش عليه أو ملغاش اشتراكه أو ما اشتركش بالقناة يعني ما كبسش على الكبسات هاي يعرف أنه نزعل منه لا لا جد زعلان لا 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 جد زعلان لا لا ما راح خلص خلص ما تحكي معي خلص يا ابن الحلل خلص خلص طيب ماشي خلص يا الله نسامحك نسامحك بس نزل كبس يلا كبس ماشي ماشي خلص خلص يا عم خلص ماشي خلص خلصنا مش زعلان مش زعلان بس نزل كبس يلا هيك من نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء